بسم الله الرحمن الرحيم شفنا في الأيام السابقة مؤشر تحسين بيئة العمال وأملت أن هذا جهد زملائنا النواب وأخص بالذكر النواب الشباب وكذلك جهد وزير التجارة وفريقه اللي معاه يمكن في بداية الأمر قعدنا مع كثير من الوزراء أخ وزير التجارة قعدنا معاه وكان فيه هناك تعاون مميز من أهم الأمور اليوم ساعدت على نجاح هذا الوزير وبأعماله كان فيه تحديد خارطة للطريق وكان أبرز النقاط اللي كنا نعمل عليها هي تحسين بيئة العمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك وأيضا قاعد نعمل مع الوزير من فترة إلى اليوم بصورة متغاربة لإغرار بعض التشريعات اللي تفيد الوطن والمواطن منها قانون الفلاس وقانون التأمين وقانون تعديل الشركات وقانون لحماية صقار المستثمرين مثال وزير التجارة يجب أن يكون بأنظر كل وزير لما يقعد هو وفريقه مع أخوان النواب ونتفق على خارطة الطريق ونتفق أيضا على العمل بمشاريع معينة أو تشريعات معينة في تاريخ زمني محدد نصل إلى هذه النتائج هذا الأمر المرجو من جميع الوزراء وهذه الصورة الصحيحة للتعاون تحسين بيئة العمال كالمجهود ما بين النواب وما بين الوزير وفريقه قفزنا قفزة نوعية في مؤشر تحسين بيئة العمال كنا في مركز 102 وصعدنا لمركز 96 ست مراكز تقدمنا فيها وأن تأتي متأخر أضل منك ما تأتي وهذه البداية مؤشر بدء النشاط التجاري من 173 إلى 149 قفزنا أربع مراكز استخراج تراخيص البناء من 177 إلى 129 15 مركز قفزنا مؤشر حصول على الكهرباء من 115 إلى 97 كذلك 15 مركز والتجارة عبر الحدود 157 إلى 154 ثلاث مراكز وأيضا كان هناك تعديل على قانون العربات المتنقلة اللي راح يسفيدون منها أخواننا صغار المستثمرين هذه الطريقة التعامل هذا اللي نتمناها من وزراء اليائين في المستقبل خطة هدف جدول زمني الوزير يشوف النائب صديق وأخلى فريق واحد نعمل من أجل وطن ما يشوفه عدو مثل البعض ماكو شيء شخصي في قسم نلتزم فيه وفي مبادئ وفي آليات عمل لذلك أنتقل إلى موضوع شركة الدرة للعمال المنزلية ويمكن أن يكون من أول النواب اللي يفتح هذا الموضوع في قاعة عبدالله السالم وفضل من رب العالمين بدأت تعمل الشركة ولكن دائما في معوقات هل هو ضعف من الحكومة أو القوانين قير لا أقل العمل فيها وهذه رسالة لأهل الكويت بأن للأسف هناك ما فيها تدير مكاتب العمال المنزلية وهم من وقفوا ضد الشركة الحكومية وهنا لازم الحكومة تعمل بجهد وتعمل بقوة أسست شركة نجحيها اختاري الناس الصح وهي مختارة الناس الصح في الأسبوع الماضي جلست مع الأخ وزير التجارة على هذا الموضوع وللأمانة قام بدور كبير واجتمع مع الشركات أو المكاتب واتفق معهم أو تفاهم معهم وهو اليوم بيده أن يساعد الشعب الكويتي وينزل أسعار الأسعار الخيالية التي تحدث وكذلك حلول مشكلة العمالة من الهند ومن الفلبين العمالة المنزلية وبإذن الله نحن نراقب تحركات الوزير وإيدنا بيده ونحن نعمل معه وأيضا سنراقب شركة الدرة ومسألة وقت وبإذن الله هذه الشركة ستعمل ومثل ما قلنا بأن هذه الشركة ستفيد منها كل بيت الكويتي وهذا سبب وجودنا اليوم أن نحقق قصص نجاح للوطن والشعب الكويتي لذلك نعمل مع وزير التجارة مع مجموعة من النواب وقعد نراقب شركة الدرة وتحركاتها وأيضا نراقب المكاتب والأسعار الخيالية التي تحدث أتمنى من الحكومة القادمة أذيت أتمنى أولا بينها لا تطيل وأتمنى أن نبتعد باختيار الوزراء عن طريق المحاصصة والترضيات يلوقت أن نسوي مزيج ما بين وزراء الشباب مع وزراء أصحاب الخبرة حماس الشباب وخبرة وحكمة التي أكبر منهم لما تنمزج سيطلع لنا خليط منتاز وعندنا قصص نجاح اليوم في بعض الوزارات سنكرر هذا النجاح الموجود اليوم بهذه الطريقة بهذه الطريقة سنصل إلى بر الأمان والكل سيكون مستفيد أحنا نشرق للجهة التنفيذية والجهة التنفيذية والطبق شكراً لجميع شكراً للمشاهدة